مستقبل سوريا يا حيوان هدول مستقبل سوريا هدول اللي دي عمروا بلدات اللي انت خربتها هدول اللي عم يفتحوا تلفزيون ويتفرجوا على مسلسلاتك اللي بتخري هدول اني نص 16 واحد و 17 واحد هدول اللي تبهدروا وطلعوا قعدوا بالخيم وصار يبصوا وين المشت لي يعني وين المشت لي اذا انت وبعدين مدىي انه عبيبص 16 واحد ولا 15 ولا 20 ولا 17 هدول اللي عبيبصهم حبيبي اخر الشي هدول رح يفتحوا تلفزيون ويتفرجوا على مسلسلاتك التافية يعني انت هدول هن اللي عم يشغلوك هن اللي عم يربحوك صح ولا لا انت جايلك انت ابن هذا البلد عم تحكي عليهم يعني انت ابن هذا البلد جاي عم تحكي على هدول الناس اللي اصلا تشردوا بسببك بسببك وبسبب امثالك هدول الناس اتشردوا بسببك وبسبب امثالك اللي مطبلين اللي مزمرين سواء لهذا الطرف ولا لهذا الطرف انت واحد من هالناس اللي كان سبب بتشريد هدول الناس فجاي عم تحكي لسه عليهم لك انت ما فيك شرف ما فيك زوق والله العظيم وضعك غريب أخي عطوش يضربه بين هالمسلسلات ما عاد عنده شغل صار يطلع بالمقابلات ويعفس الله يرضى عليكم ما عاد يخلص تعفيس لعمل يضربك ابن بلدك بتقول عليه هيك معنات الغريب شو بدي يحكي أنت السبب أنت وأمثالك المطابلين المزمرين أنت السبب بتشريد هدول العالم هذا الزلام كان قاعد على القليلة ببلده بغض النظر عن سوء العيشة اللي كان عايشة كان قاعد ببلده من وراء أمثالك أنت وأمثال المعلمين هتتشرد وطلع كل مرة بطلع بمقابلة بيعفس تعفيس غير شكل وسخها البني آدم أوسخ من هيك بني آدم ما شفت أوسخ من هيك إنسان ما شفت لا والله